هذا الأنوان انتخاب أفرز تركيبي بمجلس نيابي إذا أنا بدي أنتخاب أنت ما عاجبك وحاسي أنه أنا فيه أوصل بتظهر أنت بتعطل الإنصاب وإذا العكس صحيح أنا بظهر بعطل الإنصاب ومش بالنواية أعلنوا أكتر من كتلة مهمة أعلنت أنه فلان نحن ممارس التعطيل وفلان نحن ممارس التعطيل وإذا اللي صار طيب هذا الواقع خلى رئيس بري ومفترض يخلي كل عائل إنه نعمي طيب انتخابات هقتوا بالطريقة يعني التقنية ما لا حتصير تعاوني توافق والتوافق بده حوار كيف أنت بدك تضع لجلسة حوار ليش مش رئيس الحكومة رئيس جمهوري بدع لجلسة حوار ليش عندك خي قاله مش عندي تعاوا لحوار وين ما بدكم روح لحوار ما قبلوا بيبدأ الحوار لأنه حقيقة ما حدا بده رئيس لكل اللبنانيين لأنه حقيقة في كتير ناس بتدخدقهم فكرة إنه الرئيس لازم يكون لأنا إجا العدوان صارت الصدمة طبع الفيتجر ورجعت الصدمة طبع اختيال القيادات ورجعت الصدمة الأكبر طبع اختيال السيد حسن نصر الله فيه ناس عاشت حالي أنه خلص يعني هالقوة القائمة بلبنان بطل إلى وجود وخلص خلينا نحن نرفروا الرئيس وأحدهم عنده كتلة مهمة من غير شار كمرشح والمعلن ظاهريا قائد الجيش بلش يقول بأوساطه الخاصة أنه لا هلأ الوضع تغير وأنه ليش قائد الجيش هلننطر شوي وكأنه استعمل نفس التعبير هذه معلومات دقيقة وإلا ما كنت بسمح لحال يقولك وكأنه هو هيك حاسب أنه الوضع رايح مثل 82 وبالتالي ليش قائد الجيش أنا شوف يا سيدتي اللي حاطت براسه أنه ممكن يستغل العدوان لا يفرض رئيس لا هو ولا الرئيس لهو بده يفرضه هاي إذا نجح أنه يفرضه ولا باقية اللبنانيين قلهم مصلحة مش لايقى هلأ أنك تنتخبي إيكس رئيس الجمهورية بقوة العدوان لاحظ الله هيدا موصوم أنه أنت لولا العدوان ما عملت رئيس وأنت ما بتمثلني ولبنان واللبنانيين ما قالهم مصلحة بهذا الشي وحتى هيدا الجهة ما أنا مصلحة بهذا الشي أنه أنت ما قدرت سياسيا تنجحي بإتيام برئيس لولا الإسرائيل ما لك مصلحة ولا بقية اللبنانيين قلهم مصلحة مسألة انتخاب الرئيس مسألة مع الأسف لازم تستأخر الأصل وقف إطلاق نار تضيق للصموية واحد ورئيس برل هيك قال قال ألف سعمية واحد لا زيادة ولا نقصان لا بلاس ولا ماينس لأنه حتى الماينس نحن ما بناسبنا لأنه ألف سعمية واحد فارض فارض على إسرائيل أنك بتوقفي أي أعمال عدوانية تجاه لبنان بتوقفي تجسس تجاه لبنان بتوقفي الخرق الجوي أو البحري بالأجواء الإقليمية الجوية أو البحرية ضد لبنان الماينس كمهما بنسبنا نحن الألف سعمية واحد يا سيدتي ما بيحكي عن نزع سلاح المقاومة بس بيحكي عن انتشار الجيش وبيحكي عن عدم الظهور المسلح بمنطقة النسبة لألنا نحن يعني جنوب نهر الليطاني وهذا اللي بدي يتطبق بدون زيادة أو نقصان دقا ليش بدي أحكي أنا بنزع سلاح المقاومة وتسليمه للجيش بوقت الألف سبعمية واحد ما بيقول هيك بوقت نحن عم نقول طبع الألف سمية واحد وعاكل حال قبل الألف سبعمية واحد بالألفين وستة جرب الإسرائيلي ومن وراء الإسرائيلي وأدوات الإسرائيلي يفرضوا هذا الأمر أنه ما بتوقف حرب الألفين وستة بدون نزع سلاح وتسليم السلاح للجيش وقتا قال أنه لأ هاي صيغة ما بتناسب لبنان وما بتمشي وما مشت واللي ما مشي قبلان ما بيمشي هلأ لسيما أنه إذا بدك تضيف شي أو تنقص شي للأرسمية واحد بتكونها عم تعادلة بالقرار الأرسمية واحد والتعديل إلو ميكانزم إلو إليات بدك قرار جديد عمجل الإسرائيلي وهذا الإسرائيلي والأركاني ونحن بنعرف أنه هيدا مش موضوع ممكن ممكن يصير